سلام عليكم حبيبتي دائما مع المقلة والوصفات المقلة الساهلين الماهلين الاقتصاديين يوجدوا بالخوف ما نوقفوا بزاف الكوزينة موالوس يخطو إذا كنا عيانين الصيف ره جاي وسخانة ما نضلون نشعل وفور ما نضلون نسخانة ولي علينا ما نضلون نديروها في البلاتي على القغاتين ومبعد يدير يلسقوا ما نقضو شنو غسلوه جي واعر يعني كما تعرفوا القغاتين جي واعر اللغسيلة على القغاتين هناك مقلة ضربة واحدة كل شي في خطرات درنا هاد الوجبة مع شوية عصلات او شوية عدسيق ويجعل الباراكة انتم ما استعملوا اي نوعية على الهيباتي يكونوا عندكم نبدو بسم الله نحتاج سلصة الطماطم انا هدي سوستومات كنت درتها هدي شعال واستحفظت بها في المجميد مي كانت غالية بزاف ناقع ماشيتش الطماطم مي كانت غالية بالغلى والحرحار كنت مرقدة بزاف قطعتها في الوصدق غير شوية نخليها نقلعها هاداك القارورة اللي في هدي القرعة ندوبها في كاسرونة وغلي نستعمل هاداك النوعية تاع ليباتي العجئين وانتم ما استعملوا اي نوعية اللي تبغوها وتفضلوها هنا في المقلة درت شوية تعزيت حبة تعب صلتكن متوسطة قطعتها في الاشواغ انا صراحة ما بوش نستعمل لاغاب يلقي حاجة سهلة ليم تكنولوجيا رهي سهلة فيها الارخيصة ولا يغالي انتم ما استعملوا اي اشواء تكون عندكم اخير ما دو قدوه تقع وطراب وحتسباعكم وطفاركم اضبت هديك الزيت اضبت هديك اللي فصل مع ويتو مع الزيت كدبالو كانت كدين تتوابل في غي تاع جبن فلفل احمر حلو كركم كمون زنجبيل شوية تاع الفلفل اسود وشوية تاع زعيترا وشوية تاع فلفل حار هاداك الحمر المرحي سسفينده هنا درت واحد مكعب دعم مرقة الدجاج تبهوه تديروه تبهوه ما ديروش اخواتي الاختيار يرجع لكم على بالي باللي دير المرضو على بالي بالصح له غالب نوالفته نطيبه كتابل نطيب به كتابل كمية معطبرة هنا يتعل مع الدنوس وهديك السلسلة اللي دوبتها في الكاسرونة وزد كوب تعل ما رشا تعل ملح الماء لحسب الكمية اللي درتوها تعل المقارون تعل العجائن نخلط الملح ما تكطروش انتو ما دوقوا وخاطرش مرقة الدجاج مالح وكيغي تعل جبن تنيجي شوية مالح خليتها خلطها وخليتها طابة تحاولو متخلوش تعجن بزاف دوقوا هكا حبو شوفو درت لها الجبن المبشور من الفوق وانتو مع الحسب النوعية تعل جبني عندكم انا غير هكا سخونة ودرت لها الجبن داب ونقدموها والحاجة السهلة دايما السهلة اللي توجد بالخفة تجي ورلا تجي بنينة بنينة بتقول لكم مع صلاطة وشوية تعدى الساق ويجعل فيها البركة كما شدتوها في اول الفيديو المهم سهلة مهلة وني ديت لكم بزاف وصفات تعالى المقلاة وسهلين اقتصاديين تدخلوا شوفوهم وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة واحدة أخرى سهلة مهلة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر